المجلس ينظر غدا في استجواب رئيس الوزراء المجلس ينظر غدا في استجواب رئيس المحاسبة التربية تعتمد جداول امتحانات الفترة الدراسية الاولى للمرحلة الثانوية وتتابعنا ايضا ريعوا كتاب وجهة فكر للكاتب حماد النومسي كاملا لاهل فلسطين ومن العنوين الى التفاصيل يشمل سمو ولي العهد شيخ مشعل الاحمد برعايته المؤتمر الدولي الثامن لابحث تطوير الطاقة الذي تنظمه جامعة الكويت وقد اناب سموه معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الاشغال العامة بالوكالة جاسم محمد الاستاذ لحضور حفل الافتتاح الساعة التاسعة صباح يوم غدا في جامعة الكويت مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ احمد النوف الاحمد رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء عيسى الكندري بما يليه احيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بتوجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بشأن العفو عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم احكام وذلك على النحو الذي تقدره الارادة الاميرية السامية بما لها من رؤية ابوية حكيمة وتنفيذا للتوجيهات السامية فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الاشخاص ورفعه لحضرة صاحب السمو امير البلاد كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الامة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الامة العادية التي ستعقد يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين الموافقين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر نوفمبر الحالية يعقد مجلس الامة يومي غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء جلسة عادية لمناقشة البنود المدرجة على جدول اعماله ابرزها النظر في الاستجواب الموجه الى سمو الشيخ احمد نواف الاحمد رئيس مجلس الوزراء بصفته وترشيح رئيس ديوان المحاسبة بالاضافة الى عدد من القوانين ويستهل المجلس اعمال جلسته ببندي التصديق على المضابط وكشف الاوراق والرسائل الواردة وكشف العرائد والشكاوة يليهما بند الاسئلة ينتقل المجلس بعدها الى بند الاستجوابات ويشمل الاستجواب الموجه من النائب مهلها للمضافة الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته متضمنا ثلاثة محاور ومن المقرر ان ينتقل المجلس بعدها الى بند ترشيح رئيس ديوان المحاسبة ثم بند الاحالات وبند مواصلة النظر في الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشرعي السابع عشر لمجلس الامة ينتقل المجلس بعدها بحسب جدول العمال الى بند تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ويجتمل على خمسة وثلاثين تقريرا للجان البرلمانية ابرزها تقرير عن التعديل المقدم على مشروع القانون بشأن تنظيم الوكالة العقارية الذي تم اقراره بالمداولة الاولى في الجلسة الماضية وتقرير عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بشأن مكافحة احتكار اراضي الفضاء الذي تم اقراره ايضا بالمداولة الاولى في الجلسة الماضية وفق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية على إصدار لائحة الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة بجميع مناطق الكويت ووفق المجلس على طلب كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن تسمية المدن والمناطق السكنية الجديدة التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية كما وفق على تغيير مجاب المقترح المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأسماء بعض المدن ومنها مدينة جنوب سعد العبدالله لتصبح الدانة ومدينة جنوب صباح الأحمد لتصبح ريف جان وقد وفق المجلس كذلك على الإبقاء على مسمى مدينة نواف الأحمد وعلى ضم ضاحية خيطان الجنوبي القطعتين الأولى والثانية وخيطان الجديدة لتكون منطقة خيطان فيما تم تغيير اسم ضاحية شمال غرب الاسليبخات لتصبح الجون وتغيير مسمى ضاحية شرق صباح الأحمد لتكون الاستقلال اعتمدت الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع جداول مواعيد امتحانات نهاية الفترة الدراسية الأولى للصف العاشر والصف الحادي عشر والثاني عشر بقسميها العلمي والأدبي والتعليم الديني للعام الدراسي الحالي وأوضحت الامطوع أنه بناء على قرار مجلس التوجيهات العامة تم إضافة خمس عشرة دقيقة على زمن الامتحانات لكل مجال دراسي لمنح الطلبة وقتا لقراءة التعليمات والتأكد من عدد الأوراق كما تم إضافة مدة نصف الساعة لطلبة صعوبات التعلم لجميع المواد والجدير بالذكر أن الاختبارات تنطلق يوم الأحد السابع عشر من ديسمبر المقبل وتستمر حتى تاريخ الخامس عشر من يناير المقبل قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني إن الإرادات المالية للهيئة ارتفعت بنسبة 47% في الفترة الأولى من أبريل حتى نهاية سبتمبر الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي قال العدواني إن إجمالي عدد الإفراجات الجمركية للمنتجات والصلع والخدمات خلال الأربعة أشهر الفائتة بلغت 40.622 إفراجا جمركيا فيما بلغ إجمالي عدد زيارات التفتيش على المصانع 1255 وأكد أهمية دور الهيئة المحوري والمتزايد في تنمية وتطوير القطاع الصناعي والسعي لتعزيز دوره في بيئة الأعمال بمختلف القطاعات طالبت دولة الكويت بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة دعية إلى أهمية فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع جاء ذلك في كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى لتخطيط والتنمية بدولة الكويت الدكتور خالد مهدي أمام اجتماع أعمال الدورة الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أقام الكاتب حمد مشعان النومسي حفل توقيع كتابه وجهة فكر في معرض الكويت الدولي في جناح مركز تروس وأكد النومسي أن ريع الكتاب كاملا سيكون لأهلنا في فلسطين المحتلة ويعتبر كتاب وجهة فكر هو الإصدار الأول لرئيس حزب المحافظين المدني حمد النومسي وينطلق هذا الكتاب بلا شك من المرجعية الفكرية لمؤلفه كما يستند في الكثير من مرتكزاته على الإرث السياسي لهذا المؤلف ويتمحور دائما حول ما يمتلكه كاتبه من اهتماماته وما تتملكه من هموم وطنية وإسلامية فكريا وثقافيا وسياسيا كاميرا اي تيفي العدالة حضرت حفل التوقيع لمزيد من التفاصيل أشكر قناة الـ ATV على هذا الحضور وهذا الدعم للقضية الفلسطينية بشكل عام ولأخوكم حمد النومسي في حفل توقيعه كتاب وجهة فكر لا شك أننا في هذا اليوم قد قررنا أنا ومركز طروس للنشر أن يكون ريع الكتاب بالكامل للقضية الفلسطينية أو لأهلنا في غزة إن شاء الله نحن من بداية القضية الفلسطينية ونحن داعمين والشعب الكويتي مشكورا وحكومة دولة الكويت مشكورة هي على رأس الداعمين للقضية الفلسطينية وأعتقد أن ما نقدمه هو نزر يسير وقليل جدا في حق أخواننا الكويتي الفلسطينيين ولكن لا يحقرن شيئا من المعروف أحدا نقول أن كل جهد سيوصل الرسالة لو حتى معنويا ومن خلال حفل توقيع اليوم ومن خلال توجيه ريع الكتاب إلى أخواننا فلسطينيين نحاول نعمل حالة في معرض الكتاب بحيث أن يكون هناك غيرة إنسانية غيرة أدبية من الكتاب لكي يوجهوا جزء من ريع كتبهم أو ريع كتبهم بالكامل للقضية الفلسطينية خصوصا في هذه الأثناء وهذه الظروف الشديدة التي حتى لو كان الريع ضئيل ولكنه معنويا يشكل أمر كبير جدا عند أخواننا في فلسطين هم يحتاجون الدعم المعنوي والمادي والإنساني بكل جوانبه نعم معاكم أخوكم فهد الوثيقي ناشط اجتماعي والسياسي اليوم نحن متواجدين بأرض المعارض قاعة ستة عند دار طروس لإصدار أخونا الكاتب حماد النومسي الخبر الجميل أن ريع هذا الكتاب وجميع مبالغ هذا الكتاب متوجهة لدعم أخواننا في غزة وفي فلسطين ومثل هذه الأخبار اللي نسعد فيها ونفرح فيها ونقوم بأقل الواجب اتجاه أخواننا في فلسطين المحتلة من خلال هذه الأنشطة من خلال حتى معرض الكتاب هناك توجه وتوعية بنصرة القضية الفلسطينية وإيصال ما يمكن إيصاله من مساعدات لإخواننا ونصرتهم نادر أبو حنينة من المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج في الكويت ما يبيز هذا المعرض الذي يتوافق مع أحداث فلسطين وغزة في التحديد طوفان الأقصى أن نجد دور النشر منتشر بشكل واسع تعلق القحفية والشال الفلسطيني هذا إعلان صريح عن دعم وتمسك بالثوابت القومية والوطنية العربية من دور النشر هذه وتؤكد على الحاضنة الدافئة للكويت وشعبها وحكومتها بنظامها الرسمي والشعبي دعمها للقضية الفلسطينية منذ أن قامت القضية الفلسطينية هذا الموقف الثابت حقيقة يعكس الفطرة والعقيدة السليمة لهذا الشعب فاليوم بعض الكتاب مميز جدا ويخدم كل الفئات اليوم نحن برضو حضورنا لدعم الأخ حامد نومسي اللي كتابه وجهة فكر خصص ريعه لدعم إخوانه وأهله في فلسطين وتحديدا في غزة قال نادي الأسير الفلسطيني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى اليوم اعتقل خلالها ستين فلسطينيا بينهم أسرى محرارون وقال النادي في بيان أن حملة الاعتقالات تركزت في بلدة بني نعيم بمدينة الخليل وفي بلدة كفر نعمة قرب رام الله بينما توزعت الاعتقالات الأخرى على محافظات الضفة الأخرى وأوضح أن حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغت أكثر من ثلاثة ألاف ومائتين وستين أسيرة أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص إصدارات سندات وتورق بقيمة مائتين واربعين مليون دينار كويتية وقال المركزي أن الإصدار لأجل ستة أشهر بمعدل عائد أربعة فاصل خمسمائة في المئة الشارع الصربي بوريسا بونياك مدرب الكويت إلى جاهزية فريقه قبل مواجهة الكهرباء العراقية مؤكدا أن الغيابات لا تتعدى أربعة لعبين موقوفين منذ بداية البطولة في إشارة إلى يوسف ناصر ومشاري غنام وابراهيم كميل وضاري الاعتابي في حين انتهت عقوبة الحارس عبد الرحمن كميل ويتطلع الكويت لتحقيق الفوز على الكهرباء غدا في مباراة الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية بكأس الاتحاد الأسيوي وقال بونياك في المؤتمر الصحفي أن الكهرباء من الفرق المميزة في المجموعة لافتا إلى أن الفوز الهدف الأساسي لفريقه لضمان التقدم في البطولة يذكر أن الكويت يحتاج للفوز في مواجهة الكهرباء والوحدات للصعود في صدارة المجموعة الثانية من دون النظر لبقية النتائج رد ريال مدريد على أنباء اهتمام المرينجي بالتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي في يناير المقبل عقب إصابة البرازيلي فينيسيوس جينيور في التوقف الدولي الأخير واحتمالية غيابة حتى فبراير 2024 ووفقا لفابريزيو رومانو خبير المركاتو يصر الريال على أنه لا توجد مفاوضات للتعاقد مع ماورو إيكاردي في يناير على الرغم من الأنباء الأخيرة وأضاف لفت تألق إيكاردي أنظار الكثير من الأندية في جميع أنحاء أوروبا لكن الريال نفر طباطه بالصفقة اشتركوا في القناة